كان النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي قد فاز برئاسة البرلمان العربي لولاية مدتها عامان بحصوله على 53 صوتا مقابل ثمانية أصوات لمنافسه النائب الليبي عبد السلام نصية جاء ذلك في جلسة وقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية كانت مخصصة لانتخابات رئاسة البرلمان برئاسة النائب يسري المعازي عضو مجلس النواب المصري باعتباره أكبر الأعضاء سنا وفور إعلان النتيجة تولى اليماحي رئاسة المجلس خلفا لرئيس البرلمان السابق عادل العسومي الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى وطن العزيز دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان على ناهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يقرص دائما على دعم أبناء دولة الإمارات في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية مما يعزز من الحضور الفاعل والمؤثر لدولة الإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات في كافة المجالات وبشكل خاص في مجال الدبلوماسية البرلمانية ترجمة نانسي قنقر